ورجعنا مرة تانية مشاهدي نهارك سعيد لسا مكملين مع بعض فقراتنا وصلنا لفقرة اجتماعية مهمة جدا يمكن احنا ملاحظين في الشارع المصري دلوقتي انه فيه انقسام كبير جدا ما بين مؤيد ومعارض بيحصل الاختلاف شديد جدا بين اي حد على ابسط الاشياء يمكن كمان بيحصل اكبر من الاختلاف وهو التراشق بالكلمات الصعبة جدا كمان ممكن تحصل مشادات عنيفة بين الناس بس لمجرد ان انت مختلف معه في الرأي في حاجات ما بنشوفهاش لانه تبقى جوة البيوت بين الزوجين بيحصل اختلاف كبير جدا ما فيش حوار لغة الحوار ممكن مفتقدينها جوة البيت مش عارفين هل ده ثقافة مجتمع ولا لضغوط الحياة اللي احنا بنعيشها دلوقتي ولا لفكرة السيد المأخوذة عن الرجل المصري ان هو بيحب يمشي كلامه جوة البيت كل ده هنعرفه نهاردة ازاي يكون فيه لغة حوار بين الزوجين لان ده بيأثر على الاجيال القادمة اللي مفروض ان هي مستقبل مصر وهتبني مصر للمستقبل نهاردة هتكون معانا ضفتنا اللي هتكلمنا عن ازاي نقدر ان احنا نرجع تاني يكون فيه بنا لغة حوار هيكون معانا دكتور ايمان بدر الدين جمال الدين دكتور ايمان جمال الدين استشاري علم النفس هنتكلم عنها النهاردة في الموضوع ده سواح الخير يا فندم سبع النور دكتور ازاي حضرتك من ورانا النهاردة ربنا خليك يا سبع ممكن انا كنت بقول في الانترو انه في ضغوط كبيرة بنعيشها اليومين دول في الحياة وعندنا اكتر من حاجة سواء لقمة العيش او مستقبل مصر كل ده بيأثر علينا داخليا تفتكري لغة الحوار مفتقدة جوة البيوت بين الزوجين هل ده لضغوط الحياة ولا لثقافة سي السيد ولا لأيه نفسنا نحط ايدينا كده على الموضوع اكيد اكيد قد تعوي من المجتمع يعني مصر شهدت في المرحلة الأخيرة يمكن سنتين الأخيرين تغير اجتماعي سريع جدا يمكن الصورة مش واضحة يمكن بنمر بظروف طبابية جمد قوي بالاضافة الى الحياة دايما دفع الانسان المصري لانه يجري بسرعة يعني اما بيجري وراء لقمة العيش اما بيجري وراء هدف عايز يعمله فالدنيا جوة داخل المنازل بتبقى محتاجة انه الانسان يبقى فيه تواصل مع الآخر التواصل ده مش موجود اكيد احنا قلنا سببين او عاملين منه لكن هو فيه اسباب تانية اخرى يمكن الظروف اللي احنا بنمر بيها لها تأثير كبير عليها كمان اسليب التنشئة والتربية عودت يمكن بعض الاحيان مش الزوج بس يمكن الزوجة برضو بيبقى متسلطة بيبقى الزوج عنده طباع انه هو الامر الناهي في المنزل فده بيقطع حبل التواصل او بيقطع الحوار يبقى ده يخلينا نقول انه مش بس ضغوط الحياة والفترة اللي احنا بنعيشها هي مؤثرة عدة عوامل مجتمع مقدرش عزوها الى عامل ضغوط الحياة والجري اللي احنا بنجريه ورا بعض لكن هي كمان التنشئة عامل اساسي كبير جدا في انه الانسان علشان يتواصل مع اللي قدامه اول شيء لازم يسمعه احنا بنقول عليه في علم النفس الاخر الاخر ده هو الزوج هو الابن هو احد افراد الاسرة هو الزميل في العمل هو يعني محيط الانسان بشكل عام في الاخر ازاي ماسمعش صوت نفسي بس انا محتاجه عشان اتواصل معاك لازم اديك فرصة ان انا اسمعك تقولي رأيك وانا اقولك رأيي ونحاول احنا الاتنين نوصل لنقطة التقاء وخصوصا الحياة الزوجية دي مؤسسة مؤسسة زواجية دي بينها مواده ورحمة بينها تفاعل وتواصل بينها حياة وقت طويل في مختلف المناحي مش مكان واحد مش العمل بس يعني بيننا مسلطة العمل بس ده بيننا كل الحياة يعني سبحانه وتعالى قال فيها مواده ورحمة لازم يكون فيها مواده ورحمة عشان يكون فيها استمرارية والاستمرارية دي مش قصر على الزوجين بس ده فيه افراد اخرى متأثرة بيها لما بيبقى فيه اولاد كمان طبعا دكتور مش كل الناس بتلجأ لاستشاري علم نفسه أو علم اجتماعه مش كل الناس بتلجأ لسايكاتريكس يعني انه هو يروح للدكتور ويقول له انا عندي مشكلة في البيت هو طبعا الزوج والزوجة يعني انا هتكلم بس على النسبة اللي بتروح للدكتور هستأذنك هوادح نقطة بسيطة جدا الموضوع الطب النفسي في مصر عليه ستيجما كده انه ازاي حد يروح لحد طبيب نفسي او سايكولوجست هو فيه طبعا فرق بين السايكايترست والسايكولوجست السايكايترست بيعالج بالميديكيشن او بالأدوية بالأدوية او بالسايكولوجست يمكن اغلبه بيعالج بالسجن او الجلسات العلاج النفسية فالموضوع ده في مصر يمكن في كل حتة في الدنيا الانسان لو تعرض لضغوط جمدة جدا او لتعرض لموقف ضاغط بيبقى محتاج حد ينوار له الطريق مظبوط صحيح مش مجرد انه هو عنده دروب هنا او الدنيا لخبطت لا لا ابدا ده هو محتاج حد بس ينوار له السكة دي ويبتدي ياخد بايده احنا بنقول عليها انه يعمل له تأهيل مظبوط كده فبيساعده على انه يتقبل الموقف ويقدر يتعايش معاه ويقدر انه هو يمشي في حياته كمان فالموضوع ده في مصر الحقيقة في قصة تانية لوحدها لكن خلينا هنرجع تاني للي احنا فيه او في موضوعنا انه ازاي يبقى فيه تواصل في القصر هو ده سؤالي انا عايز اعرف بنسبة كم في المية بيعيش الزوجين يعني انا كنت عايزة بس اعمل جزئين للسؤال الجزء الاول انه بنسبة كم في المية من التجارب اللي بتيجي تقول احنا عندنا مشكلة وبيبقى الزوج مصيطر فيها الحلول بتبقى عاملة ازاي يعني ده الجزء الاول بيبقى فعلا فيه حلول ببقى واحد اتنين تلاتة عبارة عن نقط هما بيمشوا عليها ولا بتبقى حلول عاملة ازاي هو الوحد وهي الوحدها العلاقات الانسانية صعب ان انا حط فيها نقاط بعينها عشان تمشيها لكن زي ما قلتلك في تقبل الحوار مع الاخر ان انا ادي نفسي فرصة اني اسمع يمكن بالنسبة للزوجين لما بيتدخل طرف تالت لو الطرف ده مش معتدل تماما في انه يقوله انتوا محتاجين تعودوا تتكلموا مع بعض الاول يمكن المرحلة اللي فاتت زي ما قلتلك عشان الساحة السياسية رغبا ان احنا ما عندناش تربية سياسية خالص او تنشئة سياسية لكن حصل اختلافات كتيرة جدا بين الازواج دواقع يعني ممكن اللي بنشوفه في وسائل هذا ليس تهريك اكيد ان كل زوج او زوجة متمسك برأيه وممكن يوصلوا الى نقطة في الخلاف في الرأي انه يحصل مشكلة كبيرة تؤدي الى الفصام او الى مش حقول عليه انفصال وجداني انه هي زوجها وعيشها معايا لكن هو متبني رأي وهي متبنية رأيه فحيحصل انفصال عاطفي ان هي مش هتقدر تتخبله لان هو مصمم على رأيه تجاه تجاه فصيل بعينه تجاه قضية شائكة بعينها وهو ليه رأي والرأي ده هو متشبس بيه تمام التشبس ومقتنع بيه تماما وعايز يفرده عليه فبيبتتي يحصل ازاي ممكن ردين فعل اما هي حتى تخنع الى هذا الموقف وتقول له خلاص مفيش مشكلة رأيك انت المزبوط والدنيا تمشي او تقول له لا ما ينفعش انت بتتكلم في حاجة انا مش مقتنعة بيها وفي نفس الوقت هو ما عندهش استعداد انه يسمحها فهنا هيحصل خرس زوجي بعديها او هيحصل انفصال عاطفي ممكن يؤدي الى انفصال كامل في الحياة ازاي ممكن الزوجة تبقى اسكى من كده واتغيعت بعضهم عشان نحط حلول لازم يكون فيه بينهم لغة حوار مشترك لازم احنا نحاول نتحين الفرص انه يكون فيه يعني فيه تحاور بينهم انه المانع اننا اسمع رأيك وكمان انت تسمع رأيك ونشوف الدنيا ماشية في الرأيين ازاي بحيث نعمل توافق بحيث انه انا اختلف معك في الرأي لكن يبقى مازال فيه مودة ويبقى فيه لا يفسد للودة قضية زي ما بيقال انه انا اسمع رأيك وانت تسمع رأيك يمكن انتي اصرتي نقطة في البداية وهي نقطة التنشئة التنشئة دايما انه يمكن الزوج او الزوجة تربوا على انهم يشوفوا طرف سائد في المنزل بعض الاحيان بيبقى الزوج وفي بعض الاحيان بيبقى الزوجة بالتأكيد بيبقى ليه تأثيرات سلبية على الابناء بالتأكيد طبعا يطلع معارض لهذا الاتجاه تماما انه شاف الام دائما هي اللي خانعة فبيبتجي يضغط على الزوجة جامد قوي او العكس يشيلها المسئولية او العكس او يرمي عليها كل مسئولية ويبتجي ياخد اتجاه تاني ولذلك دايما بنقول انه النقعة الالتقاء بين الازواج اساسية جدا والتحاور بينهم اساسي جدا لانه زي ما قلتلك انه فيه طرف ثالث موجود غير الطرف الثالث سياسيا وبيتأثر كل التأثير وهما الاطفال طبعا يعني الطفولة يمكن اليونساف والامم المتحدة قالت من زيرو سن الى 18 سنة عندنا نظرا لاحتضان الاسرة للابناء احنا بنطول العمر ده كمان سنتين دايما لما فيه حد عنده مشكلة كبيرة في شخصيته او في حياته دايما المتخصصين بيرجعوا الوراء بيرجعوا للبيت يشوفوا العيلة شكلها عامل ازاي الام والقابر بتعاملوا مع بعض ازاي النهاردة عايزة اعرف ازاي حريك بتقولي انه ممكن الزوج او الزوجة يبدأوا بانه تعالى نتحاور تعالى يكون فيه بنا لغة حوار نتكلم مع بعض هل ده ينفع يكون من من اتجاه واحد يعني مثلا الزوجة او الزوجة ولازم يكون المنهج ده عندهم هما الاتنين النية دي عندهم هما الاتنين انت بتنجح انا هقولك محتاجة محاولات طبعا بالتأكيد عشان تنجح لازم الزوج والزوجة لانه هي لغة مشتركة بين الانسان والاخر بس في الاصل فيه خارس زوجي فازاي بقى نسبيا الزوجة دايما احنا في مصر بيقولك يعني جاكوف اولتريتس دايما بنجيبها على الفيميل ونقول هي عليها دور كبير فبتجي هي تحاول تخلق لغة حوار مرة على مرة بالتأكيد الزوج بيبتجي يتجاوب معها وخصوصا انه الانسان ما ينفعش انا افرض عليكي رأيي بشكل قاطع اني اقولك ان احنا المفروض نعمل كذا وما نعملش كذا انما ممكن نتكلم فيه عشان نوصل زي ما قلتلك لنوقت التقاء بتحتاج مجهود غير عادي خصوصا انه الظروف المحيطة ما بتساعدش على الموضوع ده يعني فيه ضغوط في الحياة فيه اتجاهات سلبية لدى بعض الزواج ولدى بعض الزوجات عشان نكون منصفين برده بالرغم من اني كنت متخيلة انه الجنريشن الجديد او الجيل الجديد قادر ان هو يعني يغير المفهوم بتاع انه الرأي الواحد جوه العيلة وانه يبقى فيه حوار بينهم يبقوا صحاب وكل ده لقيت انه في 2012 سجل المركز الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء 151 حالة طلاق من سن 25 سنة لـ 30 سنة ده طبعا الرقم يعني معرفش انا عايز حركة توليه هو زاد عن المعقول ولا بس في السن اكيد اكيد فيه زدياد لحالات الطلاق طب ازاي فانتم والجنريشن الجديد المتخيلين ان هو تعلم حالات جديدة هي مش حكاية اجيال جديدة هي مش اجيال جديدة يسارة بقدر ما هي بيتدخل فيها عوامل اخرى يمكن ده اللي كنا من نادي به في الجامعات انه يكون فيه تربية اثرية وقصص للاختيار الزوج والزوجة يمكن دي محتاجة المرحلة السنية من بعد 18 ل 22 أو 23 سنة وهي المرحلة الجامعية انه يدرس قصص اختيار انه يدرس ايه هي عوامل نجاح الاسرة انه مش كفاية ان انا اشوف حد واقول ده مناسب لي او ظروف ومناسبة دون النظر الى الاعتبارات الاخرى لان زي ما اتفقنا من الاول في بداية حدثنا ان دي مؤسسة زواجية لازم لها دعائم بتقوم عليها فمش محددها لظروف المادية مش محددها لشكل مش محددها لتعليم ولكن هي عدة عوامل مجتمع ازاي اقدر اختار الاختيار الصح ازاي ادي نفسي فرصة ان انا اسمع ويسمعني قبل ما نقول فعلا احنا هنبقى صلحين لبعض وان الحياة هتقدر تتواصل بنا في زواج يعني لازم الانسان يبقى عنده الطاقة اللي هو يسمع الشريك حياته يبتدي يتحور معاه شو في بقى اساس الحوار من امتى علشان يقدر يقول فعلا المركب هتمشي بنا صح ولا احنا هتبقى قصص اختيارنا غلط هتؤدي الى انفصال في النهاية والدنيا مش هتمشي زي ما احنا خططنا لها انا مش يعني انا هاختم مع حضرتك دلوقتي بس عايزة الموضوع ما يقفلش عندهنا ان شاء الله تنورينا مرة تانية لانو عايزين ناخد الموضوع بتفصيل اكتر يعني ناخد الطبقات الاجتماعية ازاي بيتعامل معنا ازاي ممكن السيدة ما تقولش او خلاص علشان تمشي المركب وهي مش مقتنعة ازاي ممكن ما نضغطش على اولادنا من هما بيسمعوا الكلام بالعافية علشان ده برضو بيأثر عليهم بعدين هما يتعاملوا بعنف اكتر مع الاخر كل دي حاجات كتير قوي بتأثر على المستقبل بعد كده هو الزواج فأنا بشكرك على وجودك معنا نهار دي دكتور وان شاء الله يكون لنا للقاء آخر نكمل فيه مع بعض الحوار بتاعنا ونفصص مع بعض عشان نوصل لحل جزري يعني ما بقاش الموضوع بس حلول سطحية وخلاص شكرا لك ومشاهدينا كان معنا فقرة مهمة جدا عن اللغة التحاور جوه الأسرة ده كمان بيأثر عليها بر الأسرة بر في الشارع كيف نتعامل مع بعض كل ده بيرجع في الأول وفي الآخر للتنشئة وللبيت نهار كان معنا دكتور إيمان جمال الدين استشاري علم النفس إن شاء الله هتكون معنا مرة تانية نتكلم فيها بالتفصيل أكتر في الموضوع ده خليكم معنا في نهارك سعيد لسا مكاملين مع بعض جفكم بعد الفاصل